اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى 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 الاستاذة رضا سيد حسن بحثت ماجستير القانون العام بدأت رحلة تعلمها من فصول محو الأمية بتصميم ومثبرة استطاعت التغلب على كافة التحديات التي تواجه فتاة من دول بصيرة كما تطوعت لمساعدة الأطفال من دول بصيرة في تعلم طريقة كراير موسيقى 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 الأستاذ أحمد إبراهيم عطلة يعمل بالوزارة المالية ومتطوع بالعمل العام مع زوجته وأولاده من أكثر من 15 سنة وشارك في العديد من الحملات التطوعية من خلال الجمعيات التنموية باسل محمد علي وهد نفسه للعمل التطوعي الذي أحب وأخلصه منذ صغره ضمن مؤسسة صناع الحياة ورحل عن عالمنا وهو في الثانية والعشرين من عمره ويتسلم عنه الجائزة والد المهندس محمد علي موسيقى دكتورة شيرين عامر طبيبة قامت مع زملائها المتطوعين بتنفيذ العزيب من القوافل الطبية والعينية بداية من القاهرة وصولا إلى أبعد المناطق النائية والسحراء على مدار خمسة وعشرين سنة اعتمادا على الموارد الذاتية موسيقى الأستاذ أحمد فؤاد السيد مسؤول عن نشاط الإعاقة الحركية في جمعية رسالة للأعمال الخيرية ولم توقفوا إصابته بالسرطان عن العمل التطوعي المهندس محمود سعيد مبارك رغم الإعاقة السمعية استطاع التخرج من المعهد العالي للهندسة من قسم الاتصالات بتأذير امتياز ويعمل بالقطع الهندسي متطوع منذ 2011 في تعليم شباب السن برامج الكمبيوتر اشتركوا في القناة المهندس محمد رياض وذكت جيهان رمضان كلهما من مؤسسي مؤسسة صناع الحياة قام بإدارة العديد من الحمالات التطوعية وقد توفي في حادث أليم عام 2018 ثم رحلت ذكت بمرض السرطان ويتسلم عنهما الجائزة ابنتهما صارى الأستاذة مي جاب الله نائب المدير القطري لهيئة إنقاذ الطفولة خبرة أكثر من 22 عام في العمل في مجال التنمية والإغاثة الإنسانية وقدارت العديد من الحمالات الإنسانية في كثير من الدول الأستاذ الشحبان حسني عبد المقصود أسس مع ثلاثة من زملاء ومبادرة عشان الخير للغير بالعاشر من رمضان منذ عام 2020 لتنظيم قوافل طبية مجانية بالكامل شكراً تحامة الرئيس عبد الفتاح السيسي شكراً سادة الحدود